نبتدي بقى المحاضرة إن شاء الله الناس تخش يعني والله اللي بيخش بيستفيد على قال لي من أسئلة الزميل وأن النت لو فصل شوية بيبقى عنده مشكلة على قال لي يبقى معنا لكن يسمع توقت تسمع بصراحة ساعتين ده تعزيب يعني يعني تسمعهم تسجيل أنا مكتنع أنك بتعزيب أوكي سلام عليكم إن شاء الله نهارده نبتدي محاضرتنا بتاعة زي ما اتفقى نحن نتكلمنا قبل كده في المحاضرات يمكن 3 أربعة من الحاضرات اللي فاتوا كنا من اللي بنتكلم على البرسسنج بتاعة الماتلز الماتلز طرق التصنيع بتاعتها المختلفة فاتكلمنا على البرسسنج كلمنا على البرسسنج العمليات المختلفة بتاعته والحاجات دي كلها وتكلمنا على الشيت متل وورك وتكلمنا بعد كده قبلها طبعا كنا بنتكلم على البرسسنج بتاعتها وعلى الأخشاب والبرسسنج بتاعتها إزاي كل الحاجات دي وإحنا النهاردة هنكمل بقى العملية بقى التوصيل للحاجات اللي اتعاملت سوى كاستنج أو كورمينج أو تفضل حتى بنتكلم على شيء تسعى عملية الجوينج المنسبة هتبقى إيه طب لو بنتكلم هنوصل حاجات مع بعضيها مش سين ماتيريال لو بنوصل حاجة مثلا مثل مع حاجة ووت طب نوصلهم إزاي طب إيه الحاجات الممكنة كل ده تقريبا هنتفرج نتكلم عليه ولكن من التركيز بتاعنا هيبقى على الحاجات اللي هي المتاليك بورتس وتوصيلها مع بعضيها إزاي فالجوينج بروسس هنتكلم على الهمبورتنس بتاعته هنتكلم على أنواع الجوينج إذا كان ميكانيكا أو سريمال جوينج أو أديزيب بوندين بعد كده هنتكلم على الوينجل والوينجل بنختار بنسلكت فيه فيه تو تايبس اللي هم الجاز وولدين والإلكتريك إصدار وبعد كده نتكلم على الصوريد ستيتف وعادتنا بناخد تو بوينت منه أو تو تايبس اللي هم الريزيسسن وولدين والإيه والإيه اللي بتاغته والفريكشن والدي. كمان؟ عادة نعمية الجوينينج اللي احنا سمعنا عنها قبل كده. فيه عندنا سمعنا عن سولدرين. سمعنا عن بريزينج. ميكانيك الجوينينج سمعتوا معي عن سيم جوينت لما كنا منتكلم على الشيتس. سمعنا عن حاجة اسمها ريفيتس. الفاسنينج ده حاجة هنعرفها النهاردة. بتاعت الفيوجين والدينج بقى النهاردة برضه هنتكلم عليه. طبعا هنتكلم كمان على الادهيزيب بوندينج نديله فكرة بسريعة. بعد كده نعرف بقى همية عملية جوينة. لو جيت سألت إبرام. ايه إبرام في دماغك كده? ايه الهمية بتاعتنا انا اوصل حاجات مع بعضيها? عشان لو مسلا بعمل بوصل بين توشي مسلا عشان اعمل مسافات طويلة? مسلا? يعني. ماشي. طيب. في حاجة تانية في دماغك? ولو مسلا عايز اربط حاجة بحاجة بس مش عايز حاجة يعني على المدى البعيد يحصل لها كسر مسلا زي الشير او مصمير? يعني نعمل ايه مش فهم? يعني يعني انت في رائط احنا اساسا بنوصل حاجات مع بعضيها ليه? مسلا عشان لو كنا عايز اربطهم او مسلا عايز اطول حاجة اعايز اربط مسلا رأيك احيان كده بقى محتاج حاجة كبيرة بلاش هكذا تطول دي محتاج حاجة كبيرة فالايه الحاجة الكبيرة دي هيبقى صعبة علينا نحصل عليها كحتة واحدة صح كده? قوتي لنا تقريبا انت عايزه? ابرام ايوه 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 خيط يجي بقى معانا مين ابرام اه معانا منا الطلاق لا انت وفاردي لا مش عايزة بفاردي ايوه خلاص يا منا كملي اقولي النقطة ها اقول ايه اتقول ايه اتو شو معنا? لا انا معا حدث اكمل بقت عشان ممكن مفرن في حاجة في حاجة مش هارف اعملها غير يعني في حاجات مش هينفع تطلع حاجة كاملة على بعضها حتى لو حاولت نعمل لها بندنج مش هارف لو حاولت تعملها ايه? بندنج مش هارف اتنيها فممكن لما وصلت من الاول تبقى سهلة طب يعني زي ايه كده هتكلمي اقول لنا زي ايه اللي مش هارفت عميني وبندن ها انا تقريبا خيمت قصدي بس ممكن تفوضحين تأكدر طب طرابيزة حديد مسلا مش هارف في حاجات لازم اوصلها بعضها مش هينفع لنا اعمل لها بندنج ممكن انت تقطل مسلا ايوه تبقى ايه معمولة من ايه اللي حاجة انت عايز توصليها دي طرابيزة طرابيزة حديد طرابيزة حديد طيب ماشي ما قوي بتعمل لها بندنج ما فيها بندنج والله اللي طرابيزة الحديد دي فيها حاجات معمول لها بندنج طب قوليه سبب كده عندك حاجة عايز توصليها احنا قربنا على فكرة والله قربنا خالص في حاجات بالفعل بنحتاج نوصلها بس ما اقدرش اعمل لها اي حاجة تانية غيرانا لازم اوصل حاجات دي مع بعضها عشان هي ما تنفعش تعملي فيها تشكيل طيب ماشي ماشي يا مان سيبنا شكرا يا مان طيب مين ده اللمع هو ممكن بتكون كم وفره لو مثلا انا اعوز اعمل مثلا علبة وتكون فاضل من الوسط فبدل ما افرق انا ممكن اعمل اجزاء واوصلها مع بعض تمام برضو زميلتنا بتقول الاحسن ان انا يكون عندي حاجات كتير واوصلهم مع بعض ماشي طيب في حد تاني احمد ياسر ممكن لو انا بعمل حاجات كبيرة جدا اه صعب ان انا اعمل لها كاستنج او 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 اعملها على مكان اللي هو زي البيندنج او المكان بيطلع برضو حاجات لها او مثلا لو انا هعمل اكستروجن الكنتينر بتاعي ليه اخر فانا لو عايز اعمل باية طويلة جدا هجيب شمين او تركة او اربعة بتعملها كمية بتطلع والله هيا حصل بعدها طيب انا اقولك على حاجة عارف الكبري المعدني ده تمام ها ما الكتاعات بنعملها بتطلع طويلة لكن انا هديك الكبري كله حتة واحدة جيتولك كله حتة واحدة خلينا نقول جيتولك كله طول طول الرود اللي انت 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 عايز وطلعتولك طول واحدة هتطلعلك الكبري كله حتة واحدة لا اكيد لازم اوصلوا ببعض اكيد عملك ما اطلع حاجة طولها مثلا كيلو متر عشان تطلعها من مصنع تمام ماشي با في صعوبة احيانا ان انا اطلع المنتج بتاعي ازا وان بيس طيب هي ايه الميزة كمان ان انا مطلعوش وان بيس مين بقى لي قولد كرولوس نبي بلاش الشات على التيم كرولوس قولي يا كرولوس سبب ان احنا مانطلعوش وان بيس لشان يبقى سهل في التنقل يعني يعني مش عارف ان المسك الكبري كامل اطلاقية ايه تاني سهل ايه تاني سهل ازاي يعني لما بعمل حاجة بالفعل مش حتة واحدة ايه الميزة في كده هو انت عشان تعمل حاجة من مادة واحدة يبقى عنده ميكانيكا البروبرتي عالية لا 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 ما انا قلتها خلص انا قلتها ان انا بفعل عشان اعمل حاجة وان بيس فمعناها انها معمولة من ماتيريالز واحدة صح؟ صح ومفيش حاجة عمري عندي في الدنيا معمولة من ماتيريال واحدة انت لو مسكت القلم اللي انت بتكتب بي ده هتلاقيه معمول من كذا ماتيري صح؟ في حتة ماتر في حتة بوليمر في حتة مش عارفة كبر في حتة ألوميني حاجات كده هتلاقي حاجات كتير اوكي؟ فيبقى انا عمري ما هقدر اطلع منتج وان بيس لا كان عبارة عن كله كمان ماتيريال واحدة طيب يبقى انا لازم حواصل طب فيه تاني نجيب بقى مين؟ بقول يا حبيبة لو سمحتي اقول الزمالك بلاش يعملوا كمانت على الزوء على الديم عشان بيقود ايام اللارم كل شوية زياد زياد مجد زياد عنده مشكلة مجردش علينا عرفة سامر 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 تعالي صفك يا سامر ولا زياد سامر سامر سامعين بلاش والله بسامعين بوضعيف او طيب بلاش سامر يومنا ألو يا دكتور يومنا عندك بغسارة في البيت؟ عندك بغسارة صحب؟ مش بتبوز؟ او بتبوز اين بيحصل؟ اه ساعات عموما مترضوش تشتغل اساسا ساعات مثلا لو الدور كلا بتعملوا ايه بتعملوا ايه بتعملوا لما بتبوز؟ بنجيب اه يعني متخصص او حاكم دي صحبا؟ بنجيب كتاق ديور ايه؟ يا بنزبل بس الله هديك بيحصل ايه؟ بيلاقي حاجة بايضة؟ بيرمي نغسارة كلها؟ لا بيعمل ايه؟ وبيغيروا حلوة يعني معنى كده ان انا لما بعمل اجزاء متوصلة لما بيبقى فيها عندي عمود العمود ده عليه تروس عليه حاجات بتوصل بتنقل حركة حتى المكان اللي عندنا احنا في الورشة لما ترسي يحصل له حاجة هنشيل الترس ونحط مكان واحد دين تمام كده؟ يبقى اي بارتة عندي هيصار في مشكلة نتيجة الحاجات دي متوصلة مع بعضها فبقدر اعمل لها افك الجزء ده واقع افك وطلع وحط واحد دين تمام كده؟ يبقى اهمية عملية الايه؟ الجوينيب بقى من اللي انت قلته ده كله ومن اللي ما قلتهوش ان انا عندي عادة مستحيل ان اكتطلع منتج اذا وان بيس لازم هركب حاجات تانية عني طلبت الوحطة 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 بالفورج المسر ولكن هعمله ماشين وهركب عليه حاجات تانية هتركب معه يبقى انا عندي دلوقتي لازم صعب دايما ان انا هعمل وان بيس طيب الحاجة التانية ان المنتج بتاعك اسهل لك واوفار لك واحسن وايكونوميكا عشان لما يبوز الحاجة تقدر تغيرها انت حتى القلم بتاعك اللي هو القلم اللي هو البنده ممكن تجيب ايه الجزء اللي هو في الانك ده ممكن تجيب واحد تاني لو انت عندك قلم مش تريد غالي جدا فممكن تغير ايه الطيب الجو اللي فيها الانك دي بس يبقى ده المعنى ان انا عملته حاجات مفاصلة انا اقدر اغير فيه يبقى انا عندي حاجات كتير بقدر ايه بعمل لها فانك انت تطلعها بعد كده توصلها مع بعضها ده اسهل واحسن وترانسبورت بتاع الحاجات دي بيبقى افضل وخاصمي كل ده تمام؟ زي ان احنا عمرنا قلنا مش هنطلع منتج عمره من الماتيريا الواحدة انا ممكن زي البنش اللي عندك في الكلين البنش ده مش تقعد عليه انا اجيب لك الحاجة اللي انت بتشوفها البنش ده عبارة عن ايه بايب يمكن زميلتكم لما قالت حاجة في الاول انا كنت بزوقها على حاجة معينة هي قالت ممكن يبقى عندي حاجة ومش عارفة اعملها تاني ماشي انا بالفعل بس مش اللي انت شايفان مش الحاجات اللي هي متنية دي الطرابيزة اللي بتقولي عليها دي بتبقى عبارة عن بور او بتاعتها مواسير كده من استيل وبيتنوها بالفعل فيه في حتة معينة ممكن يلحم ولكن هي دايما معظم الوقت بيقدر يتنيها معندوش مشكلة بيلحمها عشان مثلا عنده حتة صغيرة فبدل ما يجيب حاجة تانية بيوصل دي بجيه لكن فيه حاجات مثلا ما يجي يتكلم على البايبس تاعت المواسير المية لمعامولة دي لما يجي وصلها مفيش وعايز يعمل مواسورة عدلة وبعدين واحدة تانية دخلة في شرق تاني ميلة نايمة عليها او نايمة تجريها عليها او ايا كان مش هيجي يتنيها المواسورة الكبيرة يتفروح عامل ايه بيعمل جوينت لوصل عن طريق فلانشات وحاجات زي كده وحتة قطع من المواسير دي ووصل ما بينها وبين بعضها خلاص فاسباب كتير جدا انا مثلا عندي البنش اللي في كلها ده خشب متوصل مع حتة ستي هيوصلهم ازاي بقى فيه مصامير فنبص نلاقي ماينفاق مش هيجيب بقى الطور اللي انا اتكلم عليها بعد شوية للوالدنج دي مش هينفع لان انت بتتكلم على خشب مع متل ماينفعوش اوكي زي ما كون مثلا عندي حاجة بوليمر مع حاجة متل لازم هلاقي وسيلة تانية ان انا وصلهم مع بعض فعمليات الايه جوينج زي ما اتفقنا ان لازم فيه حالات كتير جدا بيبقى عندي متيراز مختلفة اوه لويز مختلفة عن بعضها وعايز اوصلها اللي احنا اخدناها قبل كده في الميكانيكا الجوينج عندنا كان السيم جوينج وبأكد تاني ان السيم جوينج دي is suitable only فورمين للجوينج ايه براوسل بتاعت الشيتس خلاص الشيتس هينفع ان انا اوصلها بالشكل ده طيب احنا اخدنا الشيتس ووصلناها بريفت هل هي الريفتس بس تنفع للشيتس؟ لا تنفع لحاجات كبيرة تنفع لقطعات بتعمل كبري وعايز توصل الحاجات الايه القطاعات دي مع بعضيها او بريتس مع بعضيها استعمل الريفتس ما عندناش مشكلة خاصة طيب البولتن رود ده ده موجودة عندي بالفعل في البنش بتاعلي في كل ايه؟ عشان اقدر اوصلهم مع بعض ما عنديش مشكلة ممكن يبقى الجزء ده من مادة وجزء ده من مادة تانية ده متل وده مثلا خشب ده الومينيوم وده مثلا ستيل ما عنديش اي مشاكل خاص اوكي؟ كتوصيل ممكن يبقى في مشاكل في حاجات تانية اوكي؟ طيب لو انا جيت سألت دلوقتي حبيبة حبيبة بقى اللي معانا حبيبة مين اسهل يا حبيبة لو حبيت افكه في اي وقت؟ اي هتبقى البولت اللي على يمين ها؟ العليمين اللي هي البولت البولت اسهل حاجة لانه ممكن يبقى معايا رانش وفك الايه او مفتاح كده فك الايه نط دي وفك الجزء من بعض عشان كده البريتش والحاجات ازاي كده والحاجات انت خايف ان حد يفكها ما تستعمل لهاش بولت اوكي ما نجيش على الكوبري مثلا ويجي واحد دماغه طعبان او زهقان من يروح جاي بفكك الحاجات دي غلق لكن الريفت عشان يعمل الريفت سهل يتفك بس سهل ازاي؟ لازم يقى معايا حاجة زي داسك بتعطي قطع راس المصمار خلي بالك ان الريفت اللي انت شفته عندي في الورجشوب ده بتاع المينيوم الا زي ما استعملوه مش عارفة في قضاعات المينيوم زي ما استعملوه عندنا في شيت زي ما استعملوه في حاجات قروميتات حاجات زي كده ماشي؟ ولكن اللي هو فعليا بتشوفه في البرجشت ده معمومة يستيب وبيبقى قوي وعشان تقطعه لازم بالفعل تقطع الراس دي لازم تجيب معاك اداة لازم تقطع بشكل معايا مش هتفوق ماينفعش فوقه خلاص؟ طيب الشيتس دي قلنا لأ دي حاجة تعتبر بالنسبة لي دايما ان انا واردي فكتها هبصة لأي الأجزاء اللي هي قلدي حصل فيها بندج دي حيصل فيها كراكس وحيصل فيها فراكشل وحاجات زي كده معايا؟ طيب عندنا الانتنين بقى للسيرمال جوانج السيرمال جوانج عندنا سمعنا عن بريزنج سمعنا عن soldering وورتهم لك في شيتس وينفع يتعامل بهم حاجات تانية اه ينفع عادي مش شرطي باشتس نيجا عندنا دا soldering وكان عندنا الهد اللي هي بتبقى اللي هي بتسخن الحرارة اللي بتسخن عندي بتأسر اللي هو ماسكو بإيه التانية دا دول اللي بنقول عليهم اللي soldering طيب وحنا بعد كده بس بشكل soldering بوطرية الحامل لأ في عندنا حاجات تانية اللي هي زي gas welding زي electric arc welding زي fraction زي دول كلهم بينطق عليهم كلمة A welding اللي احنا شايفينه عندنا اللي هو gas welding اللي هو قادي الفلين بتاعي وقادي الفيلر رود وبرح من الحاجات مع بعضها طيب في الحامل زي كده بس لأ في عندنا الفريكشن الفريكشن welding ده الناس اللي شاهدته في الوردشوب عندي كان بشكله مختلف شوية عندها ونوركه في الآخر عندنا ممكن يبقى كده أو ممكن يبقى الحالة بتاعت المشينة اللي نشوفتوها عند في الوردشوب طيب دي نواع كتير كلها بيطلق عليها كلمة welding هي كلمة welding دي كتير قوي اه عندنا جوينج بنقسمه بقى في welding في fastening اللي هو زي ايه زي ما عملنا بالبولتل النط في نتيازف pull ا behassif pulnig حاجة أوكي موجودة ولكن انا بالنسبة لي لما كن بيكلم على حاجات متل مع بعضيها الä鉄لزف pulnig عادة wart Two مش هيبقى موجود الähRE que cetive murm factor يكون عمد من من شخصين في البيت مثلا申út سيراميك وتكسر وكسرف وهي توصفهم مع بعض أو وعندك حاجة بوليمر مع حاجة صيراميك يعيز توصلهم ممكن عادي هاتتين بوليمر مع بعض ماشي لكن حاجة تتعمل الثامب الماشى لا مش عارفة إيه بوكسي أم بوكتين مع بعض حاجات مين ده؟ كل ده اسمه أديا زيبوني فده استيل ماشي ولكن معنا احنا النهاردة مش هيقوه ده واخد مجود اللي ياخد مجود معنا عمليات الويلدن فالويلدن احنا نركز عليه الويلدن هنتكلم على هنتكلم على الجاز ويلدن بعد كده في السلويد ستت هنتكلم على وعلى وعلى وكتب عليها وكلمنا قبل كده على بلد و موزئوة الويلدينق عموماً و كل الانواع اللي حنا قلناها دي كلمة جالسر عموماً هي عبارة على أنك بتجوين موزئة كفتاح موزئة كفتاح موزئة كفتاح موزئة كباختيها موزئة كفتاح ممكن أتعامل خلال روز ممكن ما يستعملش أو خلال الوير اللي هو الروز ينتم له بين الجزئين وبعضهم ممكن أستعمل بسر Goat ممكن ما استعملش يعني كلمة الولدنج دي كلمة definition بتاعها general طيب مين الاسبسافيك بقى؟ لما اجا اتكلم عن الفيوشن والدنج الفيوشن والدنج ده ايه؟ ده جديد علينا الفيوشن ده قايم على ان انا يكون عندي معدل او حاجات متالك الويز بوصلها مع بعضها لازم تكون زي بعضيها واجيب عندي filler road الفيوشن والده بيقال ليه نفس البروبرس او نفس الالويز قريبة compatible مع الالويز انا هوصلها مع بعضيها في الحالة دي بعمل melting في الـ edges بتاعة الجزء اللي عايز توصل يعني انا تاني يقولك لو عندي نسلمها كده two bars زي كده وعايز اوصلهم مع بعض الـ edge ده هعمله melting والـ edge ده هعمله melting بقيت المعدن زي ما هو طب ومين كمان اللي هينصير filler road اللي انا جايبا ده هينصير عشان يملأ ما بيني الجزءين وبعضي ده بنسميه fusion world ده غير اللي حصل عندي في soldering والبريزن soldering والبريزن كان عندي بارتس البارتس زي ما هي ما بيحصلهاش حاجة ولكن الالويز اللي كان بيحصلها melting اوكي فالتاني بقولوا عليهم fusion لكن ده fusion world طيب الـ fusion world principle انه يبقى عندي base metal الاجزاء اللي عايز اوصلها وبعمل فيهم edge بتاعته بعمل لها melt هاصلها على الحتة دي وقول edge بتاعته is melted الفيوشن الـ road او الفيوشن الـ material بتاعته او فيلر متل وبعد كده فيه عندي الـ heat اللي هتعمل ايه عملية الملتنج دي تمام السورس بتاع الـ heat عندي مختلف اما يبقى ناتج من chemical reaction زي oxy-acetylene welding او اما يبقى ناتج السورس بتاعي نتيجة القضاير الكهرابي وده بسميه electric arc اوكي وفيه عندنا plasma arc وفيه عندنا laser arc احنا هنتكلم على مين بالفعل النهارده او زي ما شفته في الـ workshop ايه الجاز welding وعلى electric arc تمام كده الجاز welding عموما الفكرة بتاعته اي ما عليه ان انا بعمل عملية reaction chemical reaction او بعمل عملية combustion ليه جاز في وجود ايه فو الجاز في وجود الاكسجين تمام يعني بعمل عملية burning لجاز طب الجاز ده عندي انواع كتير احنا احسن فو الجاز لقوه عندنا اللي هو الايه الـ acetylene ليه بيطلع كمية heat نتيجة extreme reaction بيطلع heat كبيرة فالأسلين مع حرقه بفوجود الاكسجين بيطلع كميته كبيرة بتؤدي لعملية صغر المعدن بتاعي بكون كافية ومناسبة للحام مواد كتير او معادن كتير الفكرة بتبقى ازاي بقى في عن 2 cylinders واحدة أسلين واحدة أكسجين طبعا شفتوها في الـ workshop الأسلين بيبقى لونه مارون كده او ميدي لون محمر شوية والأكسجين بيبقى عادة أزرق او اسود والهوز بتاعت كل واحد فيهم بتبقى متناسبة معه الهوز بتاع الأكسجين بيبقى بلوه الهوز بتاع الايه الأسلين بيبقى أحمر لأنه فعليا دينجرس شوية في بعد كده حاجة اسمها تورش اللي بيخرج فيها توجز وبتحكم في كمية الأسلين والأكسجين اللي أنا عايزة تمام هنا عندنا هذه السليندرز هي بيبقى على كل السوانة في منهونترز بتاعي وبعد كده في أنا عندي بيخرج من الهوز دي في عندي التورش بتاعي أو الجزء اللي بيخرج في الفليم تمام التورش بتاعتي هنا ودي هنا الفليم اللي بيخرج وهنا عندي فيه فالفز بتحكم فيه الأكسجين والأكسجين وكميته آدي عندنا هي قادي الفالفز ده بتحكم في الأكسلين وده بتحكم في كمية الأكسجين الخارجة وبيحصل لماكسيم وبعد كده بيحصل علىworks بيحصل عمية إشعال الإشعال موجود فيه برا برا الحتة بتاعة النازل بتاعتنا او التورش بتاعي في الاخر برخاص بيصل عمية الكمباشر طيب العادة هنا في عندنا فالف والفالف ده ما بيسمحش برجوع الغاز تاني جوه السيلندر تمام الغاز اللي هنا عندنا بيبقى نون رترن يعني مايرجعوش عشان تقولش ان الله بيرفع يرجع او الغاز يرتد جوه الاسواء عملية التفاعل ما بين الاكسجين والاسترين عملية او عملية الحراء الاكسجين والاسترين ما بيتمش على غانستان حرق الاكسجين والاسترين ما بيتمش انوانستب بينما بيتم التوستاب ازاي عندي اول حاجة الاكسجين اللي خارج عندي بسورة الاسترين الاسترين عادة هو اللي بيخرجوا الاول من السيلندر عشان يعملوا عملية اشعر الاكسجين بتاع الجوه مابوط فيقدر يشعر فيه بعد كده يبتدي يزود الاكسجين فيبتدي يحصل عندي عملية عملية الكمباشن الاولين عملية الكمباشن زون هي المنطقة الريدلينت شائخة دي تبقى ناتجة من حرق الاسترين مع الاكسجين بيطلع عندي كاربون مونوكسايد وهيدروجين دون البولوتكس بتاعتي اللي بتطلع بلاس المفروض فينا كمية هيت طيب الهيت اللي بتطلع هنا بلاس الهيت اللي بتطلع هنا دي بتتوزع المنطقة اللي بتاعت البرايمير كومباشن زون الاولينية طيب الكون ده لو جيت بسيط عليه بالفعل في الفلين بتلاقي مساح تتغير مساح تتغير وكمية هيت تتولدت يعني مش كبيرة الدرجة زي المرحلة التانية بتقوم تديني الحرارة بتاعتي عند نهاية التاب بتاعت البرايمير كومباشن زون هي اعلى درجة حرارة هلاقيها عندي في الفلين طيب الـ CO الـ H2 يا من بقى ضحة ضحة يعني الكربونونوكسايد ده حاجة اوكي وكده ونعتبره تمام وماشي غز يوضل موجود معانا في الروم وبداعتنا وكل حاجة الـ CO ده حلو نلاقيه عادي كده موجود في الجو اكيد لا هو كده ستيبل ولا هيكمل رياكشن المفروض تاني مفروض ان هو كده يكمل رياكشن يعني ها مفروض ان هو كده يكمل رياكشن انا بسألك لو لقينا الـ CO ده حاجة كويسة لأ لما يكون في الجو دي حاجة لما يكون في الجو دي حاجة مش كويسة لأ ايه بقى حد يعرف لانه هيتحاول لانه هيتحاول لانه هيتحاول بقول هو لو خد الـ CO ده كويس اعتقد لا يا دكتور لانه سام تقريبا في الظبت كده او مصمد انا منعيش مع سيؤوتو لكن ما نفعش عيش مع سيؤوتو بس اوكي طيب السيؤوتو ده بقى في حالة كده اولا مش هيفضل كده لازم يتحاول ايه لسيؤوتو طب يلا عشان تحاول سيؤوتو مين هيتحاوله البرايمري كومباشن زون ده حواليه مين؟ هو مين القلن هو سام؟ انا يا دكتور عبيبة؟ هبة وا لا هبة هبة؟ ماشي هبة سيكشن كمي هبة؟ 26 هبة ايه؟ 26 ايوه هبة ايه؟ احمد احمد غريبا ان انتوا مخطوش للحان ماشي طيب فمقولون عندنا ان دلوقتي بفعل المرحلة ده ده برايمري كومباشن زون طلع منها سيؤو ايش تو سيؤو ده بالنسبالي مش ستيب مش هيبقى كويس مش هيبقى كويس ومش هيبقى يفضل كده فاللي بيحصل ان فيه اكسوجين أروا راوند ال ايه؟ برايمري كومباشن زون ده شوية الاكسوجين اللي جايين من هوا مع البيبروتكس طلعت عندنا اللي هي عندي الـ CO الـ H2 مع الـ O2 ماشي؟ انه نواتيج الرياكشن السابق دول يطلعوا عني CO2 و H2O طيب وهنا كمان يطلع ايه؟ يطلع كلميت هيت الهيت المتولدة في السكندري كومباشن زون على فكرة اكبر من البرايمري بس الزون بتاعت كومباشن نفسها بتبقى ايه؟ كبيرة طيب الكنسنتريشن بتاع الحرارة هنا يبقى عالي؟ ولا في المرحلة الاولية؟ هيبقى؟ لا أول مرحلة هيكون عالي بأول مرة في أول مرحلة بس عشان الريا اللي بيتوزع عليها أولئي زي مثلا بقولك ايه؟ لو احنا جبنا مثلا عملنا سبري لمية كمية جبنا النوزل بتخرج مية كتير على مساحة مثلا حاجة متر في متر ونفس الكمية دي نفس النوزل دي خليت شوية المية اللي خرجوا دول خليتهم على مساحة 10 متر في 10 متر توزيع المية اللي هي الكمية واحدة كانت توزعت على العشرة وتوزعت على المتر في متر المتر في متر الانتنسي بتاعت وجود المية على السيرفز ده هتبقى كتير عن التانية اوكي؟ عشان هي نفس الأمامة هنا الهيت نفسها اللي خرجت أصيح أكبر ولكن المساحة اللي بتوزع عليها كبيرا فالكونسنتريشن بتاع الحرارة او تمبريتشن بتاعتي بتبقى أقل في المرحلة التانية عن المرحلة الأولنية اوكي؟ طيب يبعشان كده دايمة لما بنيجي نلحم الساكند ريكمباشن زون ليه خايدة والبرايمر ريكمباشن زون هو ليه الدور الأساسي البرايمر ليه؟ عشان التمبريتشن عندي بتوصل أكثر حلائي التمبريتشن بتاعليك جداً عند النقطة دي وبعد كده دي تقل إيه؟ مع نهاية الإيه؟ نهاية اللحظة تمام؟ فالساكند ريكمباشن زون ليش هي اللي فيها تركيز الحرارة التركيز الحرارة عالي موجود دايماً في الإيه؟ في البرايمر ريكمباشن زون تمام؟ طيب نيجي عندنا بقى الوظيفة بتاعة الأولان نبص على الصورة كده اللي جاية دي الصورة دي هتقول لي قادي عندي الفلين بتاعي في جاز ويلدنج البرايمر ريكمباشن زون الفلين الأولان ده بيعمل إيه؟ بيخش على الفلين الروت يعمل فيه صحر ويخش على المنطقة اللي انت عايز يلحامها يسرهون ليه؟ لأن التمبريتشن عندي في حالة نيوترال فلين يعني نيوترال فلين أن خارج عندي من السوانة أكسوجين وأسلين إيكوال قد بعضيهم ريشو ما بينهم وان بيبقى في الحالة دي نهاية بتاعة الاند بتاعة البرايمر ريكمباشن زون النهاية بتاعتها دي بتوصل لها حوالي 3300 ديجريسي يعني حوالي 330 درجة مقوية فكافي أنها تصير الأج بتاعتي اللي أنا عايزة أوصلها ده هنا الأج ده أنا عايزة ألحمه مع ده فالصورة دي جايبا لي كده بالطول يعني جايبا لي فهنا عايزة بيصير الفلر وبيصير طب الساكندري بيعمل إيه؟ الساكندري هنا بيعمل إيه رايح على الحتة اللي إنت عايزة تلحمها وبيليعمل فيها عملية هدين الحقيقة إن إحنا اللي شاف فيه كل حالة في الوركشوب المفروض إن التكنيشان بياخد الفليم ويفضل رايح جاي بيه في الأول بالساكندري كومباشن زون على الوركبيس عشان يعمل لها تسخيمة ليه؟ عشان ما يجيش صد اللي كده يرفع درجة حرارة المعدن فجأة عشان ينصيرها في حتة وبقيت المعدن في الروم تمبريتشر فيعمل عندي إيه؟ أو يعمل عندي حرارية في المنتج بتاعي خلاص؟ طيب نيجي عندنا بقية تاني عندنا دلوقتي المنطقة اللي تعمل فيها الحامل هي الساكندري كومباشن زون بتروح البرايمري بتاع ده البرايمري بيسر والساكندري بتسخن الإيه وصلين تعملها طيب إيه الفايدة بتاعت الساكندري تاني؟ نرجع نبص هو أنا مش خدت الأكسوجين ده لو أعملت دليل مش عارفة أمسح ده أمسح لكم ده طيب لو جيت هنا عندي الأوتو دي الأوتو دي جاي منين بقى؟ مش دي اللي جاي من الهوى؟ صح؟ صح ولا غلط؟ تمام؟ الهوى اللي أنا خدت منه الأكسوجين الحابة اللي حوالين الفريم دول عملوا مين الوصلة بتاعتي؟ مش عملولها بروتكشن من الأكسوجين؟ صح؟ يعني هي لما بتاخد الأكسوجين الأوراوند البرايمري كومباشن زون دي سعهدت لي إن أنا قللت عماية الأكسوجين دي ممكن تحصل في الإيه؟ في البولد بول بتاعتي في المنطقة بتاعت اللحام؟ صح؟ ولا أنا كده بقولها ايه كلام؟ تمام معايا؟ لااا ممتعا طيب ان نيجي بقى عندنا دها احنا قلناه عندنا بقى أنواع الأهان واول عندنا دلوقتي انواع الفليمز بقى مختلفة يعني انواع الفليمز مختلفة الطبيعي والنيوترال ان انا عندي في ناية البرائماري كومباشن زون او في البرائماري ايه اه فليم الاولين اللي شايفة وبعد كده ده الساكن در بداية الزون البرائماري دي قلنا التمبريتشة بتوصل فيها خلالة 3000 وتوتميل درجة الفليم ده بيبقى نيوترال بيبقى اكسجين واستيرين قد بعضيهم بيستخدم فيه لحام حاجات اللي هي low carbon steel او mild carbon steel طيب وانا لو بلحم حاجة زي الالوميني لا بتلحم حاجة زي الالوميني وما ينفعش تستعمل ايه النيوترال فليم ما لا عايز ايه عايز اكسجين عايز ريديوسنج او كربونيزنج فليم اللي هو فيه كمية الاكسجين اقل من الاستيرين دي على فكرة ريشيو دي اكسجين للاستيرين تمام فهنا عندي الاستيرين اكتر من الاستيرين طب ازاي بقى اذا كان الاكسجين هو اللي بيحرق الاستيرين هقولك اه لهذا السبب منفيه شوية الاستيرين مش هيحصل لهم كومباشن وهيخرجوا في المنطقة اللي بعد الـ primary combustion zone بنسميهم اكسس الاستيرين ايه فيزر الفيزر بتاعت الاستيرين دي طب اه منطقة بيضة كده وايت بينه ما بين الاتنين خلاص طيب معنى كده الفليم ده بقى ايه اولا دراح حرارة هنا مش هي المهمة هتقل لي هتبقى حوالي 3000 طيب ما الايه الميزة في دي الميزة في دي ان انا لما هستعمله في حالة الحاجات اللي هي فيها مشاكل فيها عملية الاكسجين بسرعة زي الالومنيوم وكده ممكن بالفعل استعمل رديوسنج عشان يمينميز عملية الايه الاكسجين طيب وفيه اكسجين فليم اه في اكسجين فليم لان اخرج الاكسجين اكتر واللهب ده دايما بيبقى لي ليه نايز وصوته عالي قوي والفليم بيبقى اصير والـ primary combustion zone تبقى صغير قوي اصغر من الاول ابص لايه ان الدرجة الحرارة فيها بتوصل حوالي 3500 درجة بنستخدمها في لحام بعض الحاجات اللي زي اللي مش خايف من عملية اكسجين فيها زي الكبر والكبر الويز وكده وبعض الحالات بيغيروا الترش بتاعي بيخرجوا الاكسجين ده من حتة معينة ويستعملوه في القطع فالاكسجين فليم ممكن يبقى للحام وممكن يبقى فيه عمليات الايه القطع كم معايا كده طبعا اللحمات واستخداماتها والحاجات دي مكتوبة في الـ F slides اللي بعدها انا قطتهم تقريبا بنقول عندنا هنا neutral flame زي ما احنا شايفين ده المنطقة دي بتوصل حوالي 3800 درجة الفليم بتاعي التنبرشة بتوصل حوالي في اندي هنا حوالي 1200 reducing flame تبقى المنطقة دي صغيرة قوي ودلها بيبقى قصير وانا عندنا من الحام يستخدم في الحام حاجات معينة او فوقاتها في بعض الحالات بس مع تغيير الايه الترش بتاعي بتاعي اللحم يعني هنا عندي الفيزر بتاعتي بتاع الاكساسلين اجيبه لكم في السور اللي هتشوفه في الوركشوب نبص نلاقي الـ white فيزر هنا بين بعد الايه برايمر الكمباشنز وتلاقي منطقة كده لونها ابيض بين بين الايه منطقتين بتوع اللحم ده هنا عندي توزيع درجات الحرارة في neutral flame ادي الـ inner cone بتوصل درجة الحرارة حوالي 3300 درجة الـ secondary flame اهايته بتوصل حوالي درجة الحرارة حوالي 1200 درجة تمام؟ نقف عند الـ protection عشان افتح لكم الايه كوتشنير ونكمل محسام رافع ايدي ليه انتو عادتك ولا زاد ولا حاجة طيب هفتح كوتشنير كل الناس تخليها معي بقى اشتركوا في القناة تفensor جعبار اشتركوا في القناة قلت المت اشتركوا في القناة قدامكم الشاشة دي شاشة فيها بينا قدامكم او او تماما والله تماما داقيق كتير هما ست داقيق سبع داقيق يو اشتغلوا 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 خلصت ولا ايسا غالبية خلصت اشتغلوا اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة في نوع تاني عندنا بسميه الجاز متال ارك ويلدنج الجاز متال ارك ويلدنج هنا نمراضي السلك بتاعي له يلحم عبارة عن سلك عادي زي اللي كان موجود في الاكسي اسلين معلوش اي كود وفي الحالة دي لفيه نوزل حواليه يخش جواها الشيلدين جاز اللي هو زي الانرت جاز زي الهاليوم او الارجون او الحاجات دي تخش حواليه منطقة اللحام حواليه الولد بول بتاعتي او الارك بول بتاعتي ماشي الحتة اللي المعدن فيها منصار تغطيها لغاية لما يحصل عمية التجامط اوكي فالحالة دي بالفعل ينفع تبقى اوتوميتد سهلة جدا عبارة عن سلك خارج من باكرة كده وبريت معين بتحرك اللي بتاع ده النوزل دي بتتحرك وبالتالي الغاز بيخرج بنفس الريت اللي انا عايزي تمام فدي عندنا منقول عليها متل انرت جاز ويلدنج طيب المتل انرت جاز ويلدنج فيه منه حاجة تانية اه احنا هنا لو لاحزنا ان الفيلر رود نفسه هو كان نفسه الالكترود بتاعي يعني هو اين بدورين هو بيستعمل كفيلر ويملأ الاجزاء دي وبعضيها وفي نفس الوقت الالكترود في الايه عشان يولد الالترقارك طيب قال لك فيه نوع تاني بقى احسن وافضل وبيديني بقيم البيتريشن احسن وبيستعمله في الحاجات الزي الالومينيوم والماغنيسيوم والسلستيل في رحماتهم بيطلع لي وسطة كويسة وضقيقة وخلص بتاعتها علي اللي هو ايه بدل ما تستعمل الالكترود بتاعك هو يبقى الفيلر رود هو نفسه الكترود لا خلي الفيلر رود على جنب واجيب عندي الالكترود بتاعي لو هيولد الألكترود يبقى مع تانيشسن خلاص فايبقى أنا عندي هنا لو هيولد للكترود هو عبارة عن التانيشسن ومش هينصر التانيشسن عبارة عن إيه التانيشسن حاجة الدرجة بنصرها أساساً علي وفي نفس الوقت بقدر أتحكم في البولاريتي عشان معظم الحرارات تتولد في الوركيديس مش في الايه؟ مش في التنجس اوكي اما بيتولد الارك بتاعي لو وربت الفيلة الروض هنا هينصه والميزمات البتاعي بينصه فده عندنا يبقى في الحالة دي التنجسن انرت جاز الارك والدن ماشي يسموه عندي الماك سور التاج التاني يسميه الماك التنجسن انرت جاز يبقى انا هنا عندي خارج الانرت جاز حوالين الواصلة التنجسن هو الالكتروض والبينما اللي بيقوم بعملية الفيلة الروض هو الفيلة الروض اللي هيملف ما بين الجزئين وبعضي هنا عندنا بيورينا واصلة حاجة عبارة عن الامينيوم يتعامل فيها البليت وتوصل معاها تلاقي الواصلة منتظمة وديب مفيش ايه؟ مفيش سبرادنج على السيرس مش بتفرش على الساطر خلاص؟ هنا عندنا بيورينا احسن ادي عندي السلك بتاعي اللي هو التنجسن الالكتروض بتاعي بتاع التنجسن وخارج من حواليه هنا ايه؟ الشيلد انجاز اللي هو الارجون او الهيليوم او واتفر اللي انت بستعمل والفيلة الروض يبقى موجود عندي انكسران ليه بالشكل ده معنوش اي كوت ولا ليه اي حاجة ده هنا مكمبارز وما بين حاجتين ادي هنا الفيلة الروض هو نفسه الالكتروض في المك كيك وخارج حواليه للشيلد انجاز او في حالة التج عبارة عن التنجسن اللي هو البلو ده البلو ده مش حصله اي حاجة التنجسن الالكتروض ما بيش كونسيوموبل ولا حاجة بينما عندي الكونسيوموبل اللي هيبقى ايه هو الفيلة الروض اللي جايني عندي من الجاب تمام كده حدي سوال التنجسن الالكتريك اركة عندنا بنعتبره والكونسنتريشن بتاع الحرارة فيه عالي كمية الحرارة تتولد اكبر لانك انت بتتولد الحرارة انترنا لجوه اللي حتة بتاعة اللحام نفسها من غير ما يحصل لها دكتور بادير نعم هو اللي احنا نكامع دلوقتي الالكتريك صح بنعمل ايه الهيتنج بيحصل الالكتريك اه اه تمام الانر تجاز بنحطه ايوة ايوة ما بيعملش حاجة ده جاز خامل مش جاز بيولع خلاص ديوقتي عندي التنجسن هو الالكترودي اللي بيعشان يولد لك الارك ان هو بيسخن يعني ان هو بيسخن وبيعمل لأ 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 مش انا قلت من البداية السلك بتاعي بتاع اللحام موصلات طرف في الدايرة بتاعتي والوورك بيس وغدا الناجتف مثلا وبقربه من بعض بس ما بلزقه مش من بعض الالكتريك ارك فبينصير الفيلة الرودي اللي هو الالترودي في حالة التنجسن التنجسن مش بنصير الريزيسن من درجة انصاره عالي اللي بينصير مين بيسخنش حتى يعني هو بس حتى لو سيف ما انت ممكن تبرده على الفكرة تماما زي ما انت مسلا شفت بعد كده في الالكتريك اركليش انت خدت الحم ولا لأ الالكتريك ريزيسن اعزم اخدت الحم احنا ما خدناش لحم لأ خدنا احنا ما خدناش لما نيجي يتكلم على الريزيسن وولدنج انا عندي الريزيسن وولدنج انا عندي الريزيسن وولدنج معنون من كبر صحيح الحرارة المش بتولد عالية اول بس ممكن مع الوقت بالفرد اصلا يعني هاو مفيش مفيش اوطبر مفيش نور بيكون في زي زي برء كده لا عاملالو انا حاجة مش حاكس تمام بس انا مش عايز فوش معاك في تفاصيل كتير التنجسن تاني التنجسن هو عبارة عن طرق الاساس بتاع وانه هو يولد الريزيسن ويبقى ليه كنترول على شوية حاجات تانية الفيلر رود اللي انت عايز تستعمله استعمله من جانب في بعض الحالات بيبقى احيانا بيبقى مش محتاجة الفيلر رود احيانا دي حاجات تانية خاصة مش هنتكلم عليها عشان محصلاش لأفر بقول بقى في ميزة عندي بالنسبة الريزيسن عن الجاز وولدنج الجاز وولدنج فيليم زي شعرة المتجازل اللي عندك في البيت صح؟ شعرة المتجازل اللي عندك دي على بير ما تحط عليها حاجة عشان تسخنها في جزء من الحرارة بتوزع في الجو صح؟ لو قصت التمبريتشل في الفيلر نفسه هتلاقي الفيلر اعلى من ايه؟ من الحرارة الوسطة مثلا لبراد لحل حاجة يفوقيه مختلفة انت عندك مثلا ما بيكون عندك كويل او حاجة بتسخن به للاقي تركيز الحرارة اعلى اوكي؟ لان ما فيش ديسيبيشن فهنا عندي كونسنتريشن نتيجة الريكتريك ارت متولد قريدي اصلا في الحتة بتاعة الوركبيس فالديسيبيشن بتاع الحرارة قليلة خلاص؟ الحقيقة الريكتريك اللي لو انت عايز تعمل بالذات لعملية الرحام الريكتريك ارت افضل من الايه؟ من الجاز والدي طيب عملية الواصلات واشكالها زي الجوينتز زي ما اخدنا الخشب بتوصل ازاي؟ المثل عندنا في الولدنج بيتوصل الجوينتز ازاي؟ اما عندي لاب جوينتز زي كده هتنراجبين فوق بعض او بط اي عين اي بوركبيس مقابلة تانية وحلحمهم بقول عليه بط ودي لو هم فوق بعضيهم بالشكل ده بقول عليهم لاب طيب ممكن امحم من هنا بس اه يبقى اسمي سنج اللاب ممكن امحم من هنا و هنا ضاب اللاب طيب البط ممكن امحم بس من ناحية دي وفوقه تحت اه بس لو السكنس بتاع الوركبيس كبيرة مش هينفع لان هنا الحتة دي مش تبقى ملحومة اقولك لأ في الحالة دي لازم نعمل ايه؟ نجيب حرف الوركبيس ونعمله بشكل في عشان نعمليه عشان ندي مصارات كتير نملة الفراغ اللي ما بيني انتو ووركبيس ومعدي طيب ممكن في وممكن دابل في اه دابل في لو انا كنت هقدر او احكم ان انا قلب الوركبيس اشتغلت عملت الناحية دي وبعدين اقلبها واعمل الناحية التانية تمام؟ طبعا الوصلات بقى نوعها كتير جدا ايه الخطوط الكتير دي؟ دي الباصل بتاعتي بتاع اللحاني ايه الباصل؟ انا عندي ووركبيس مثلا اقلت لك لو في لو انا عندي الحرفين كده عملتهم بشكل في بالشكل ده وعايز الحم فباجئ ادي اول باص الحم كده لحمت اول مصار ولو كان الكترك اركا قسر السيطان وترسد اطابي اه هو اطان افتكرت عندي لا هو عندنا كمان طيب اعند الكل ايه دكتور خروجت من ميتين ولا يالسه موغودا تاريبا خروجت انا نبحث عن طبعات تاريبا خروجت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمعيني كده ايوه 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 امتو اخر حاجة شفتوها وانا بتكلم على ال صح؟ حضرتك قلت عدوه وراح يتقاطع مايش معلش طيب من الأسف معاني تمام دلوقتي عندنا بقولي إن أنا بيبقى عندي الوركبيس بتاعتي بتبقى السكنس بتاعها كبير وعملت لكم الرسمة شفتوها؟ شفت الرسمة بي تمام فبقولي عندي بيتعمل هنا بدي المصاري الأولاني لغاية الآخر يعني لو الوركبيس دي كده دخل الجوة فبلحم لغاية لما خلصها لخاص وبعدين لو فيه بيكسر السلاج ده ويددي مصار تاني وبعد ما يتخلصه يدي تالت كل ده كأنه بيملأ الاسباسي لما بين الاتنين دول فلو إحنا جينا بصينا هنا ده كأنه عملت المصاري الأولاني بس وكشفت لك عشان تشوفه وما كملتش لحمت فوق الباقي المصاري تجيني وبعدين تسيبت حتة ورحمت لك عشان تشوفهم تشوف الفرق ما بين الاي البالسز وبعضيها فده عادة على حسب فلو أنا عندي حاجة كبيرة أو السيكنس بتاعها ممكن أعمل دبل في يعني أدي دي وقلب من ناحية التانية وأعمل الايه المصر التاني فالجوينس دي بأشكال مختلفة طبعا عايز أقول حاجة أن اللحام من الحاجات بالذات اللي هو الويلدن كده بيبقى لازم الويلدر نفسه الشخص اللي هيلحم بيبقى واخد ترينينج معين ليفلز محددة مش أي حد يلحم يعني إحنا بيقول بالفعل لو أنت عملنا لك في الوركشوب لحام وشكله مظبوط حلو قوي مش شرط اللي بيلحم ده يبقى اللحام بتاعه تمام يعني اللحام اللي أنا ورده لك ده ممكن نيجي تاني يوم الصبح نقيها حصل فكرات من جوة لو بس عملنا له الانسبكشن يطلع وحش لأنه قريدي مش لحام الشخص اللي بيبقى لحام ده بيبقى واخد بيبقى ليه ترينينج كده معين واخده وبيبقى واخد زي ليسين معينة وزي الانسبكتور الشخص اللي بيعمل انسبكشن على اللحام برضو بيبقى مش أي حد فاللحام من الحاجات اللي هي مش سهلة قوي يعني أنت مش لحامت في الورشة عملت الحام فإيه أوكي ده أنا عملت وحاجة ما حصلتش لأ الحاجات اللي ممكن تعملها ليه الريزيستان ويلدي ولازم بيبقى برضو حد مزبط لك الكورنت والحاجات دي كلها فنيجي عندنا بقى من الصوليد ستيت ويلدي نسبياً أسهل يعني أسهل يعني موضوع مش إيه ما فيهوش مشاكل قوي ما فيهوش عملية اللحام نفسه يعني تخلي بالك اللحام هنا الحتة اللي انت لحمت حواليها دي بتتأثر بالحرارة فممكن تأثرلي على الجزء اللي عندي ممكن تعمل عندي تأدي لحاجات انهارات في الجزء بعد كده خليت طبعا عملية اللحام إيه فيها مشاكل برضو مش بتبقى سهلة قوي ما بتتجاهلاش اللي زي كنتم الطريقة طيب عندنا الفريكشن ويلدي دي طريقة يمكن غير اللي أنا ورتلكه في الأول دي جالبا زي المكانة اللي موجودة عندنا في الورشة حالية اللي هي ايه عندي زي شاك كده بركب فيه وورك بيس الورك بيس بتلف بسرعة وعندي واحدة تانية عايز ركبها ترحمهم في بعض طيب الطريقة بتاعت الفريكشن ويلدي تنفع الألومينيوم تنفع الماغنيسيوم تنفع الألومينيوم مع الكبر تنفع الألومينيوم مع براس تنفع الألومينيوم مع الماغنيسيوم ما عنديش أي مشاكل مع بعضيها أوكي ألومينيوم مع السيل عندي ناش مشكلة ليه بقى الموضوع قايم أساسا لا بصر حاجة ولا بعمل كده بيحصل ان دي بتلف الورك بيس بسرعة عالية وبجيب التانية عليها وبضغط ببرشر ببرشر ودي بتلف بسرعة فبتتولد عندي حرارة هنا كافية ان يحصل اندماج ما بين الجزئين وبعضهم مع الضغط العالي فصورة الضغط مش هو الأساس قوي قد ما هو السرعة العالية والاحتكاك هو الكدير فنبص نلاقي العملية دي بتحصل نبص نلاقي بعد شوية خلاص الجزئين مع بعضهم من غير أي مشاكل دي من اعتبارها صورة ستل اللي ما بيحصلش الملدي لو احنا جينا نتكلم بعد كده عندنا بقى نوع تاني اللي هو resistant welding الresistant welding ده موجود عندنا وتقدر تستعمله عادي الresistant ده قايم على فكرة ان ما بينفعش فيه أي معدى يعني ما بينفعش تجيب لي حتتين الومنيوم وتقول لي وصلهم ما بينفعش تجيب لي حتتين كبر وتقول لي وصلهم براس وتقول لي وصلهم ليه بقى عندهم electrical conductivity عالية انا عايز الresistant عالية فالحاجات اللي هتتوصل بالresistant welding اولا ما بيبقاش sickness طاعة كبير الحاجة التانية بتبقى لازم لها limitation للانواع الالويز بتاعتها فعند فكرة أي معا ان انا الاساس بتاعي ان انا بعدي current الامبير بتاعه عالي فيه حاجة عندها resistant عالية اوكي فبيتولد حرارة الحرارة دي بتبقى كافيا ان تحصل عندي local heating في حتة معينة بترفع الحرارة فيها ويحصل التوصيل الحاجات المتوصلة عندي الresistant متاعت الاكتروز ودايما دي اقل ما يمكن لسبب لان الاكتروز بتاعتي اللي بلحم بيها اللي هي هتضغط على الwork بيسمع بعضها دي ويعدي فيها current بتبقى معمول الاكتروز ده وده معمول من cover يعني electrical resistance بتاعته قليانة في عندي الresistant بتاعة الشيتس او الحاجات اللي انت بتوصلها هي دي اللي عالية ناتيجة انا مختراها مثلا من low carbon steel حاجات زي كده اوكي فبيبقى عندها electrical resistance عالي طب في الجابة اللي ما بين التو surface وبعدهم بيقول لك لو جبت لك تو sheets كده وعملت لازم الوصلة اللي هنا بتبقى عندي في الresistant welding تبقى lab joint يعني حاجتين لك بين فوق بعض كده وبصيت هتلاقي السطح ده مهما ان كان ناعم بيبقى فيه roughness بالشكل ده السطح ده rough والتاني اللي تحتيه rough كده طيب بيتقابلوا فين بقى في نقاط معينة كده يحصل الصال ما بينهم وبين بعض ويعدي الطيار بتاعي ولكن النقاط دي فيه جوه هنا ايه ما بين التو surface وبعد فيه هنا ايه برامض هوا صح الهوا ده عشان يجي يعدي في الطيار هيلاقي resistance كده طب يعني معنى كده total resistance اللي قابلها الطيار وهم عادي في الشيتس بتاعتي او الحتة ده اللي بوصلها دي تمام والجاب اللي ما بينهم resistance كبيرة جدا فاللي بيحصل عندي اول حاجة في الدايرة بتاعتي او في السيكل بتاعتي ان انا توليك تروز بيمسكو بيضغطو على الورك بيس اول ما يبتدو يضغطو قبل يبرشل مش عالي قوي يبتدي عادي current ال current العالي اللي هو i square في ال resistance خلاص لديها time معين بيحصل ليه في time معين ده اخر السيكل بيروح منزود ال pressure بالزيادة اوكي بعد complete بتاع current يزود ال pressure اكتر اوكي يبقى ال pressure بتاعي الحقيقي اللي هو main pressure بتاعي اللي هيقصر في ال two pieces مع بعض ويلبسكهم ببعضهم ويلحمهم هو بيتم بعد complete بتاع main resistance بعد مرور current يعني بعد مرور current هو ده المين pressure بتاعي انما pressure الاولين ده pressure بسيط مجرد ان يسمح ان ال current عادي ما بين two surface ومعضهم ال pressure الاصلي بيتم بعد ايه بعد عمية المرور current فال i square r دي بترفع الحرارة اي square r في time معين بتولد عندي حرارة ما بيه في الجاب ما بين two surface ومعضهم مع الضغطة الجامدة تمسكلي جزء في بعضهم طيب نشبص على الكلام ده ازاي الفولت بيبقى عليل جدا الفولت بيبقى حوالي من نصف 10 باللحان بيتم في نقطة زي اللي احنا شايفينها دي ودي cover electrodes دي بتتبرد عن طريق مية عشان مع الوقت ما تسخنش بتتأثر بالحرارة هنا عندي نلاحظ ان اللحان بيتم في النقطة لما بين two surface وزاحت الاثرود في النقطة لما بين two surface ومعضهم لو زودت الضغط بتاعك او زودت الوقت بتاع مرور current هيحصل او زودت اتاني اصلاح اتنسي مشكلة والدو اتاني اتاني اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا سامعيني ايو 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 بالأسف هيبقى المحاضرة طالع على كذا حد نظهر ان الشحن كان مش متوصف نخلص عشان واضح ان احنا هحاول مطولش اويل انا مش عارفة ايه اللي بيحصل كل شوية بصراحة بتاعبت هنا عندنا نبص على حاجة بقى عندنا زي ما احنا شايفين نبص عندنا عادة الحاجات الصغيرة او الحاجات زي اللي شوتوها في اللحام بتاع بصراحة كامل يعني توشيتس توبارس اللي عندي دول عايز اوصلهم لحام كخط كامل مش نقط مش هينفعامل نقط فبقولك بشيل الكبر الفتروز وحط بوليس زي كده بقرة زي احنا شايفينها دي بحيث ان هي نفس الكلام معمولة من الكبر ويبتدي الريزيستن مع الطيار الكبير مع الايه مع التايم يبتدي يولد عندي الحرارة اللي كافية لعملية الايه لاندماج ما بين الجزء مفيش صهر هنا اللحام اللي بيتم عندي بقناة بالشكل اللي احنا شايفينها زي هي ادي الكبر الكتروز ومفروض انها بتتبرد على فكرة الالكتريك ارد من الحاجات اللي سهلة اولا اي حد يعملها مش محتاجة شخص يبقى عنده سكيلزة عليه ادي لحامل السيم جاين زي ما احنا شايفين حاجة زي كده لكن للأسف ما بس تعملهوش لالالومنيوم ولا للكبر لكن الكتروز بتاعي معمول من كبر عشان يوصل الطيار الكهرباء طبعا الميزة في العملية هي سريعة سهلة ممكن اي حد يعملها سريع ولكن المكناة نفسها القص بتاعها غالي بتاع الوصلة مش هتبقى كويسة زي الوصلات المعمولة بالاية بالفيشن والد ولكن انا بلحم حاجة سكن بتاعها صغير ممكن ما قدرش ارحمها بالاية بالفيشن والد اللي اهم عمولها طبعا صولدرين والبريزنج احنا اتكلمنا عليه قبل كده لطريقة ازاي بتلحم بالبريزنج ان انا بقاش عندي صولدرينج كتاب ما بتنفعشي بجيب عندي الفليم ازاي بتاع الاكسيد اسلينج عشان ينصر السبيكة ولكن ما بيصرش المعدم طبعا الميزة بتاع تعملية الوالدنج انها بتديني فليكسبلتي ان انا قدر اعمل منتجات باشكال مختلفة اي ديزاين ان انا عايز اعمله وقدر اعمل منتجنز زي ما انا في وقت مناسب في حاجات زي الريفتس والحاجات زي كده ممكن افوك من بعضها ولكن الفيشن والدنج بيديني برضا هيبقى صعب انك تفوكه من بعضين هاي اوكي يعني الحاجات اللي هتتعمل فيوجن مستحيل انك هتغير تفوكها الحاجات اللي هتعمل ريزيستن برضو صعب انك انت تفوكها اوكي ولكن في عندي فليكسبلتي تانية بالنسبة لحاجات الجوينينج اللي هي زي بالنسبة لي تعتبر طريقة كويسة ولكن بتعمل مشاكل عمليات الولدنج عموما بتنسبة لي تعتبر بقدر اخد عندي بعض حاجات زي الحامل الكهرباء بقدر اخد الاكويمانت للفيلد او الماكين انا عايز ارحم فيه ورحم المشاكل اللي بتحصل بالذات في حاجات الولدنج ممكن يحصل المنتج اللي عندي نتيجة ان انا بقبلاي الكارند بتاعي او كده او سواء في الاجتريك ارك سوري او في الاجتريك او في الاجتريك او بيحصل نتيجة توسيع الحرارة نفسه على الجزء لو السيكنس بتاعه صغير بيحصل لو انا بعرض احيانا الاجزاء اللي بلحمها بتقدي لكراكس وحاجات زي كده لو التكنيشن اللي شغال بفاهم بفعلا بلازم يعمل التريتمنت للجزء اللي هو عمل وبيعرضه بيرليف الاسترس اللي حصلت فيه نتيجة عملية اللحاء تعرض شخص اللي بيلحم دايما الريومز والجازز والريز اللي بتطلع او او بيبروتاكت العينيه ولكن جسم كله بيعمل تعرض الحاجات دي مع الوقت بتبقى ضرة الحاجة التانية كمان بتقولنا بتحتاج شخص اذا عنده سكيلزة عالية بالذات في حالات اللي بيجين والدين طيب كان في حاجة انا قلتها مع زميلكم بارح جابت بس هل هفتحها بسرعة هسنحصل حاجة تاني بقى بسرعة انتقلت من حكاية ونا بنزل ايدينا الناس خرجت نص الناس خرجت انا موجودة ممشيتش حوق في ريكوردين عشان انتقلت